بعد تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء يواجه محافظ بابل الجديد وسام أسلان عدة اختبارات منها أمنية وخدمية وبعضها سياسي يأتي ذلك في وقت تشهد المشاريع الاستثمارية بالمحافظة توقفا تاما نتيجة التجاذبات السياسية اختبار صعب ينتظر أسلان في المرحلة القادمة تكليف من السوداني في مرحلة تمر بها المحافظة من توترات سياسية خمسة أشهر مرت على بابل بتراجع خدمي مؤمني في زمن المحافظة السابق إلا أن ملامح التغيير قد لاحت في الأفق إقالات وإعفاءات أصدرها أصلا لشخصيات مهمة في بادرة أمل للتغيير وبدء مرحلة جديدة موضوع الإعمار في محافظة بابل والعمل في محافظة بابل النقص الموجود أدنا يكاد أن يكون في كل قطاعات ولكن نحن تعرف حضرتك نحن يجب أن نبدأ بالأهم ولهذا علينا على أنفسنا اختيار محاور أساسية نمضي بها من خلالها نقدر نحقق طبيعة خدمة مختلفة المشاريع والواقع الخدمي هي الوجهة الأولى للمحافظة الجديد دعم رئاسة الوزراء باتضامنا كبيرا لاستمرار الإدارة المحلية في مشروعها وتخطيط يغير من شكل بابل السنوات القادمة إعادة النظر بالمشاريع المتلكة والمتوقفة وكذلك النظر في المشاريع الجديدة والتي تكون لها أثر كبير في البنى التحتية التي بالإمكان أن تغير واقع محافظتنا المتردي نحو الأفضل اليوم محافظة بابل يتعاني الكثير من الخدمات مقارنة بباقي المحافظات التي لها خطوات سريعة وانطلاق كبيرة بالإمكان اليوم التغيير يكون على أرض محافظة بابل هو تغيير جدي واقعي وتنتظر الأوساط الشعبية تنفيذ البرنامج الخدمي والأمني للإدارة الحالية وترقم لتغيير سيشمله الدوائر الخدمية جميعها زيد الشهيب الرابعة بابل